موسيقى إذن أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مجددا نستكمل هذه التغطية المتعلقة بالجولة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة نركز الآن على المحطة المملكة العربية السعودية وهي زيارة أهمة جدا تكتسب أبعاد غاية في الأهمية سواء على مستوى التوقيت أم على مستوى المضامين والمحتوى في وقت تشهد فيه المنطقة عدة تحديات شديدة الحساسية فقد عقد العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة بعد أن وصل واستقبله الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام وقد حضر الاجتماع الذي عقده الملك سلمان مع بايدن ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان كما عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا آخر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور مسؤولين من البلدين على مدى أكثر من تسعة عقود تعززت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية لتتحول إلى شراكة اقتصادية شاملة وتنعكس مؤشرات التعاون الاقتصادي في حجم التجارة البينية حيث تحتل الولايات المتحدة مرتبة الشريك التجاري الرابع للمملكة كما تعد المملكة أكبر شريكا تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا وحقق الميزان التجاري فائضا لصالح المملكة في معظم العوام العشرة الأخيرة وبلغ حجم التجارة بين البلدين 92 مليار وخمسمائة مليون ريال العام الماضي أي بزيادة نسبتها 22% عن عام 2020 ووفقا لإحصاءات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي فقد ارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بنسبة 50% لتبلغ 50 مليار وسبعمائة مليون ريال خلال عام 2021 الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 72% لتبلغ 9 مليار ومائة مليون ريال في 2021 لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق أما الصادرات النفطية فقد ارتفعت بنسبة 46% لتبلغ 41 مليار وستمائة مليون ريال العام الماضي وتتمثل أهم صادرات المملكة إلى أمريكا في النفط الخام والبيترو كيماويات وبلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المملكة 41 مليار وثمانمائة مليون ريال خلال عام 2021 بزيادة قدرها 0.3% عن عام 2020 وتتمثل أهم واردات المملكة من أمريكا في السيارات ومحركات الطائرات وقطع الغيار والأدوية والزيوت الطعام وهناك مساحة كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في إطار رؤية المملكة 2030 التي توفر فرصا واعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية محمد زهير العربية إذن وكما شاهدنا وتشاهدون في صدر الشاشة الأمير محمد بن سلمان يعقد الاجتماع الآن الموسع السعودي الأمريكي يترأسه من الجانب السعودي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضور عدد من المسؤولين السعوديين من الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين المرافقين له تحديدا وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفن وغيره من المسؤولين إذن هذا هو الاجتماع الموسع بين الجانبين السعودي والأمريكي بقيادة الأمير محمد بن سلمان والعهد السعودي عن الجانب السعودي والرئيس الأمريكي جو بايدن عن الجانب الأمريكي بحضور عدد من المسؤولين من البلدين كان بالطبع سبق ذلك اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بعد وصول الرئيس بايدن إلى قصر السلام في جدة وكان في استقباله على مدخل القصر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على كل المزيد من المتابعة تنضم إليه من جدة الآن مفادة العربية نادية بلبيسي نادية جديد المشهد من عندك وأبرز اللقاءات حتى الساعة نادية هل تسمعيني؟ يا طالب أسمعك الآن أسمعك الآن طالب كنت قد سألتك نادية جديد المشهد من عندك طارف أنت أقرب إلى الحدث منها وأنت تتابعين هذه الزيارة منذ بدايتها جديد المشهد وأبرز اللقاءات حتى الساعة والتي ستليها ربما هذه الليلة أولا أريد أن أقول طالب أن هناك العديد من المعاهدات سيتم التوقيع عليها بعد انتهاء هذا اللقاء الموسع الذي ضم الفريق الأمريكي والرئيس بايدن مع ولي العهد والفريق السعودي لا أستطيع أن أتحدث عنها بالتفصيل لأنها محظورة للنشر حتى بعد انتهاء هذه اللقاءات لكنها مهمة جدا كنا نتحدث في الواقع منذ بداية هذه الرحلة على أن ليس فقط العلاقة هي استراتيجية ومحورية مبنية على مصالح مشتركة للشعبين هي أوسع من أن تكون فقط عن تفاهمات عسكرية وأمنية واقتصادية أو حتى ثنائية هناك منطقة متغيرة جغرافيا ومتغيرة ومرتبطة بمناطق أخرى في العالم الرئيس بايدن يريد أن يستثمر بها وبالتالي غدا سنسمع منه عن رؤية جديدة سيتحدث عنها في القمة الخليجية والقمة الموسعة التي ستضم أيضا الأردن ومصر والعراق لكن الليلة بالتحديد طالب ستكون اللقاءات السعودية بامتياز بمعنى رأينا أول لقاء مع الملك سلمان رأينا اللقاء الموسعة مع الأمير محمد بن سلمان وسنرى هذا التعاون هذا التعاون الذي الولايات المتحدة تريد أن تكون جزء من هذا الاستثمار به بأي معنى؟ بمعنى بأنه كنا نتحدث عن دولة مثل بحجم السعودية بموقعها السياسي والاقتصادي والجغرافي والديني التغيرات التي حدثت فيها حتى الإعلام الأمريكي المواكب لهذه الرحلة لرحلة الرئيس بايدن متفاجئ في هذه التغيرات التي يراها ومن هنا حتى الإدارة ذاتها بغض النظر عن اختلافات وهذه الاختلافات موجودة بدون أدنى شك لكن هناك رؤية جديدة الرئيس يريد تصحيح البوصلة إذا أراد أحمل هذه المنطقة كل الشرق الأوسط وكل الخليج لفترة واعتقد بأن فكرة الرئيس أوباما وهي إدارة ديمقراطية أخرى بما يسمى pivot to Asia ربما الجنوح نحو آسيا أو أن يكون هناك تركيز أمريكي على آسيا تخوفا من التحديات الصينية أكثر من الشرق الأوسط يبدو بأنه قد فشل وبالتالي أدركت الإدارة بأن عليها أن تأتي هنا أكيد هناك مطالب داخلية هناك حديث عن زيادة إنتاج النفط من دول أوبيك بلاس هناك وعود بأنها قد لا تكون خلال هذه الرحلة لكن لاحقا الرئيس يمكن أن يقول بأن هناك مصالح أمريكية وهناك انتخابات نصفية هذه عوامل داخلية بحتها لكن الصورة الأكبر الجيوسياسية هو أن الإدارة الأمريكية تريد بالفعل أن تبني علاقة علاقة شراكة حقيقية في مجال التكنولوجيا في الصحة في التعليم في الفضاء في كل هذه الأطر مجتمعة ليس فقط في تعاون بالنسبة لإطالة أمد الهدنة في اليمن مثلا أو مواجهة إيران أو حتى بناء تحارفات لصد تنظيمات إرهابية أو غيرها نادي هل نتوقع أي مؤتمر صحف الليلة لأي مسؤول أمريكي أو أي مسؤول سعودي بعد هذه المحادثات أم لا هذا متروك إلى الغد ليس الليلة لا أتوقع هناك إجازات صحفية عبر الهاتف مستمرة من قبل المسؤولين الأمريكيين لنا للوفد المرافق للرئيس لكن لا أتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي إذا كان سيكون مجدول غدا وسيكون على مستوى وزير الخارجي أعتقد هذا ما أعرف على الأقل لكن بشكل عام التركيز هو بالفعل عن المرحلة المقبلة وعن رؤية الرئيس بايدن وعن دمج كل المنطقة ببعضها ومن هنا جاءت فكرة ليس فقط اللقاءات الثنائية التي ستجمع بايدن مع رئيس الوزراء العراقي ومع رئيس مصر رئيس السيسي ومع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لكن أيضا ربما على دمج منطقة الخليج ببعضها وببعض الدول العربية مثل العراق بالتحديد رغم ما سمعناه قبل قليل من رئيس الوزراء لا أحدا يتحدث عن تحالف عسكري ضد أي دولة هذا ما يقول المسؤولين الأمريكيون لنا لكن هو عبارة عن استثمار في القواسم المشتركة كيف يمكن لهذه الدول أن تستفيد من بعضها وأن تطور بعضها باستخدام تكنولوجيا وباستخدام موارد بشرية وباستخدام حتى استعانة بدول مثل الهند كما رأينا في المؤتمر الافتراضي الذي جمع دولة الإمارات مع الهند وإسرائيل والولايات المتحدة بالأمس في القدس طيب تستبعدين أن يكون هناك مؤتمر صحفي الليلة وفق المعلومات المتوافرة لديك نادية سواء لأي مسؤول سعودي أو أي مسؤول أمريكا ولكن هل سيكون هناك بيان مشترك على الأقل يصدر يوجز أبرز ما تم مناقشته في هذين الاجتماعين أم لا كذلك هذا يعني مؤجل إلى الغد لا ليس مؤجل للغد لأنه كما قلت الليلة بالتحديد واليوم منذ أن وصل الرئيس بايدن حتى الآن التركيز هو على العلاقة الثنائية السعودية الأمريكية ومن هنا كنت أتحدث عن بيانات ليس فقط بيان واحد طالب هناك العديد من المعاهدات والوثائق التي سيتم التوقيع عليها الآن لكننا لا نستطيع أن أعرف ما هي لكن لا أستطيع أن أتحدث عنها على الهواء لنا محظورة للنشر ونحن نلتزم بهذا حتى بعد انتهاء اللقاء عندما تنتهي كل هذه اللقاءات المجدولة الليلة أعتقد خلال ساعة يعني ليس أكثر ربما من الآن سيكون إعلان عن هذه البيانات وبالتالي سيكون هناك بالفعل ربما معلومات تحدثنا عنها لكن ليس بإسهاب كنا نعرفها لكن ليس بهذه الدقة وبهذا التفصيل ومن هنا أعتقد بأن أهمية هذا اللقاء اليوم اللي هو فقط كما قلت أمريكي سعودي هو على هذه البيانات التي ستصدر يعني بشكل عام يمكن أقول بأنها بيانات عن تعاون مستقبلي في كل القطاعات وفي كل المجالات ليس فقط في ملفات معينة إقليمية سياسية وأمنية لكن تشمل العديد من الملفات تهم ليس فقط الحكومتين لكن أيضا الشعبين الأمريكي والسعودي نعم نادية بالبيسي دائما شكرا جزيلا لك على كل هذه المتابعة سنكون معك بطبيعة الحال في إطار هذه التغطية المتواصلة من قناة العربية أذهب الآن إلى واشنطن ينضم إليه لمزيد من المتابعة دكتور عخيل عباس وهو الخبير في الشؤون السياسية دكتور عخيل أهلا وسهلا بك قبل زيارته إلى المنطقة كان هناك مقال الرئيس جو بايدن في الواشنطن بوست يعني أبرز ما تمخض عن هذا المقال باختصار أنه الهدف هو التصدي لروسيا وكسب المنافسة مع الصين وعرج على الموضوع الإيراني طيب الأسئلة هنا تبدو مشروعة إذن هذه الزيارة وما سيتمخض عنها أي إشارات برأيك ستعطيها إلى روسيا شكرا على هذه الاستضافة أنا أعتقد أن هذه الزيارة يبدو لحد الآن هي بداية لنسج شراكة استراتيجية أوسع من ملفات السياسة المباشرة وحتى ملفات الطاقة أعتقد إن مضت الأشياء كما قرر لها أو كما تم التفاهم عليها بشكل مبدئي هذه رسالة واضحة لروسيا والصين أن محاولات دخولهم للمنطقة انتزاع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين وأبعادهم عن الولايات المتحدة ليكون شئنا ناجحا فضلا عن الخطور السياسية في الدخول بمثل هذه التحالفات أعتقد الذي حصل هو إعادة ترسيخ تأكيد ما كان شائعا ومعتادا على مدى سبعة عقود ثم بدأ هذا يتخلخل يعني ربما منذ نهاية أو في عهد الرئيس أوباما كان هناك إحساس عام في الولايات المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط ميؤوس منها إصلاحيا لا يمكن أن تحدث فيها إصلاحاتها فقط جالبة للمشاكل الإرهاب يأتي هناك بمعنى انتهى الاستثمار السياسي آخر استثمار السياسي هو كان عبر الرئيس جورج بوش ولايته الثانية وبسبب حرب العراق طاعته بنظام صدام عسين بعدها بدأ يظهر التراجع الأميركي بالمنطقة والذهاب إلى آسيا ومناطق أخرى الآن نشهد عودة جديدة للمنطقة إعادة تأكيد على أهميتها ونهاية سياسة الانكفاء عن الشرق الأوسط ورئس هذه السياسة أو مرتكزها الأساسي هو التعاون مع المملكة العربية السعودية المؤتمر الإقليمي الذي سيحدث فيها دول الخليج مع ثلاث دول عربية أخرى يفترض أنها حليفة للولايات المتحدة يعقد في السعودية أعتقد المنطقة ذاهبة أن حافظ كل طرف على تعاحداته ذاهبة نحو المزيد من التعاون استراتيجي بس دكتور عقيل أليست هذه العودة متأخرة ومتأخرة جدا يعني خصوصا وأن دول المنطقة باتت تربطها علاقات مميزة ومميز جدا سواء مع الصين أو مع روسيا وبرجع هنا إلى الشق الثاني من السؤال أي إشارات تعطيها هذه الزيارة إلى الصين إلى هذا العملاق الأسياوي الذي يعني الولايات المتحدة تعتبره الآن المنافس الاستراتيجي الأول حتى قبل روسيا يعني لا أدري هل هي متأخرة هناك خسائر بسبب عدم الإقدام على هذه الخطوة في وقت أبكر هل سيمكن التعويض عن هذه في المستقبل في المستقبل القريب علينا أن ننتظر ونرى أنا أعتقد حتى دول الخليج والدول المنطقة عموما تجد في الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا أكثر اعتمادا أكثر ضمانا من الصين ومن روسيا وهذا يعني مرتبط أيضا بتجارب تاريخية لكنه التراجع الأمريكي هو الذي فسح المجال لهذه القوى للدخول في المنطقة هل هذه علامة مقلقة للصين؟ نعم أعتقد هذه علامة مقلقة للصين لأنه جزء من الصراع هو صراع اقتصادي وهناك أيضا جانب سياسي تحاول الصين أن تبتعد عنه لكنه هذا يؤثر على الدخول الروسي في المنطقة حساس الروس أنه أمريكا عائدة سيفتح أمامهم تحديات جديدة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة انبقيت على رغبة التعاون استراتيجي هذا والاستثمار في المنطقة وهي لديها تاريخ أهم وأوسع وأقدم من الصين وروسيا يعني في التعاون مع دول منطقة إن بقيت على التزاماتها أو على الرغبة التي برزت عبر إرادة الرئيس بايدن لا أنا أعتقد بالإمكان التعويض عن الخسائر السابقة الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية من واشنطن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سعود إليك بعد قليل الآن أنتقل بكم أعزائي المشاهدين إلى ستيوهاتنا في جدة الزميلة منتهى الرماحي ستتابع معكم هذه التغطية منتهى الميكروفون لك تفضلي شكرا طالب وبالفعل نحن نتابع وإياكم مشاهدين الكرام هذه التغطية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية التي تأتي في سياق جولته في الشرق الأوسط والملفات التي ستطرح في المملكة العربية السعودية في جدة في قمم القمم التي أشرنا بأنها الاجتماعات بدأت مع خادم الحرمين الشريفين ثم مع ولي العهد السعودي وغدا سيكون هناك لقاءات مع دول مجلس تعاون الخليج الثلاثة السعودية وطبعا العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر أيضا للمتابعة في هذا الموضوع وأبعاده وتفاصيله نرحب بضيفي هنا في ستوديوهاتنا بجدة الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشورى المصري السابق أهلا بك معنا دكتور عبد المنعم لسه الحالي الحالي وإن شاء الله على طول دكتور عبد المنعم يعني منذ الصباح ونحن الحقيقة منذ الأمس ونحن نتابع هذه الزيارة وما الذي يمكن أن يسفر عنها في ما حصل في إسرائيل والضفة الغربية نتائجه أصبحت واضحة أما ما سيحصل اليوم في هذه اللقاءات وغدا وما سينتج عنها ما زال قيد التحليل وقيد الدراسة وقيد التكهنات الحقيقة الملفات الأبرز هي ملف الأمن ملف الطاقة ملف الأمن الغذائي والتكنولوجيا وملف الأمن يشمل كل الأطراف المحيطة به ما الذي نتوقعه؟ ماذا تعرف عن ما يمكن أن يصدر من هذه اللقاءات؟ يعني هو أولاً الوجود هذا العدد وهذا الاجتماع يعكس تشعب العلاقات الأمريكية مع دول الإخليهم صغيرها وكبيرها بالحجم والسكان فهنا عندنا تشعب كبير جداً في العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة وهذا التشعب في كل واحد منهم بالنسبة لكل دولة قضايا لها ترتيب أولويات مختلف لأنه كل دولة لها موقع استراتيجي وغرافي أو جير سياسي بشكل عام مختلف الولايات المتحدة بقى ده كله يتحطي تحت عنوان واحد اللي هو ممكن تسميته الأمن الإقليمي الأمن الإقليمي له ملفاته بعضها للي حضرتك ذكرتها الطاقة الغذاء إلى آخره لكن هناك أيضاً قضايا لا تزال موجودة لكنها تؤثر على الأمن الإقليمي لأنه لا يزال الإقليم يعيش في جزء منه على الأقل تطورات ما حدث فيما يسمي بالربيع العربي صحيح فعندنا الحالة في اليمن الحالة في سوريا في التوابع الخاصة بعلاقات إيران بالمنطقة لأنها تؤثر في الوضع في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيره ففي تدخلات كبيرة توجد في المطاقة ما أتوقعه أن هذا الاجتماع يتعمل لها نوع من الترتيب الأولويات أنا أتصور في المقدمة بالنسبة للجانب الأمريكي يوجد موضوع الاتفاق النووي مع إيران موضوع الطاقة أنا أعتقد أن ربما يتم في المحادثات الصناعية التي تمت اليوم مع المملكة العربية السعودية بلا أنها هي الدولة القائدة في المجال النفطي هي الدولة ذات الاحتياطيات الكبيرة هي الدولة اللي لسه عندها بعض الهامش فيما تعلق بزيادة الانتاج وبالتالي ده ممكن يتحول لقرارات محددة يعني تساعد بايدن أو ما تساعدوش وولسي يعني نرى إنما في قضايا أخرى في الأمن الإقليمي لأنه في تغير في وجهة نظر بايدن أنه أولا أنه كان وجهة نظره وأن الشرق العوسط كله متاعب وده ليس جديدا في الرؤساء الأمريكيين يبدأون يعني فترتهم الرئاسية بأن الشرق العوسط كله متاعب بعد شوية يكتشف أنه عليهم أنه ما لم تذهب للشرق العوسط سوف يأتي الشرق العوسط لك هذه المرة ربما يأتي الشرق العوسط بنوع من الأمل يعني أنه الشرق العوسط فيه وده برضو أحد ردود الفعل اللي ما حدث قبل عشر سنوات أو أكثر أنه فيه عملية إصلاح جارية في المنطقة ومركز هذه العملية الإصلاحية الكبيرة اللي بدأت في 2015 من لقيها في المملكة العربية السعودية ونلاقيها في مصر ونلاقيها في الأردن في المغرب عدد كبير من الدول العربية دخلت في دور إصلاحي شامل له علاقات اجتماعية واقتصادية فالمنطقة بتتغير وده بيدي نوم من الأرضية حوالين أمور لا علاقة بالنمو الاقتصادي لا علاقة بالأمن الدولي لأن دول المنطقة أخذت منقفا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة العالمية الأوكرانية النهاردة بالنسبة للولايات المتحدة هي تريد أيضا أن تقس نبض المنطقة إلى أي حد وصل الإقليم كله في علاقة بالصين روسيا العالم يعني طب هذه إحنا كدول دول مجلس التعاون الخليجي تشبه الأردن ولا مصر ولا العراق اللي راح يكونوا جزء من الحوار في تهديداتهم للأمن في أملهم بالمستقبل في إمكانياتهم لماذا هذه المجموعة تحديدا لا يعني هو كل واحد عنده تصوراته المختلفة كل واحد عنده تصوراته لكن كله له مصلحة كبيرة في الاستقرار الإقليمي يعني لا يوجد مصلحة لأحد أنه الأمر يستمر كما هو عليه في سوريا مثلا أو في اليمن أنه ده بيسبب أضرار للجميع الجميع أيضا لديهم موقف من قضية الإرهاب والتشدد والتعصب الديني جزء من الإصلاح فكرة تجديد الفكرة الديني موجودة بقوة في المنطقة لكن أيضا فيه تخوفات لأنه فيه أطراف أخرى تريد أن تلعب دورا في المنطقة أو من خارجها ليس هذا رأي إيران على سبيل المثال أو رأي داعش أو رأي أي من الأطراف التي تحاول ففيه اتفاق على هذا الموضوع أيضا أعتقد أنه فيه اتفاق ما بين جميع الأطراف كيف نتعامل مع القضية الفلسطينية الإسرائيلية الولايات المتحدة تتحدث عن اندماج إسرائيل في المنطقة أو أنه الفكرة العربية هي استيعاب إسرائيل في المنطقة بأن تكون دولة عادية وفق بالرؤية العربية لحل القضية الفلسطينية يعني مش بس القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية على حدوقها ده موقف موحد عربي وله قرارات عربية كثيرة لكن أكثر من ذلك أنه ما عندناش مشكلة فلسطينية بس عندنا مشكلة فلسطينية ومشكلة إسرائيلية المشكلة الإسرائيلية تتمثل أنه إسرائيل تعودت على أنها تكون دولة إستثنائية من أمور كثيرة يعني لا يوجد في الحوار الخاص بالسلاح النووي الإيراني حاجة عن السلاح النووي الإسرائيلي فإسرائيل جاءت يعني زي ما بيقوله ببعض الحاجات الاستثنائية بالعكس هذه الزيارة ثبتت هذه الاستثنائية لإسرائيل أيضا بإعلان القدس بالأمس وما تم الاتفاق عليه أول إعلان القدس بالأمس وكل جوانب الزيارة بايدن لإسرائيل بمراجعة إلى عشر خمستاشر أي زيارة لرئيس أمريكي وصل لإسرائيل حلق نفس الكلام نفس الحطة نفس الصورة في نفس المكان يعني اللي اشتغل ريسيرش على الموضوع دو حتى كلمات البيان حتى الموقف في زيارة المتحف بتاع الهولوكوست بتلاقي العبارات متماسلة تثبيت موقف وليس تغيير في موقف لا للأحسن ولا للأسوأ يعني هو تسجيل الموقف لأنه له صدى داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية لكن أيضا يمكن بايدن شوية فرق في موضوع زيارته للضفة الغربي فيه إدراك أكبر ليه إن فيه قضية فلسطينية بغي أن يكون هناك فيها حل ما في المستقبل البعيد نتيجة الظروف الحالية إنما في نفس الوقت ما فيش ما شفتش رغبة في أنه لابد الاستثنائية الإسرائيلية دي تقل يعني فكرة أن إسرائيل تظل محتلة ولا نعتبر الاحتلال احتلالا أو تظل تبني مستوطنات ولا يعتبر ذلك في المنطقة سي اللي هي أمريكا تحت إشرفها في اتفاقية أسلو دي منطقة ليست لبناء المستوطنات فالتخلص من الاستثناء الإسرائيلي سيساعد كثير على عملية استيعاب إسرائيل في المنطقة شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشورى المصري تشرفت بهذا اللقاء معنا وسأعود برة أخرى لك في لقاءات قادمة أيضا وأعود وإياكم مشاهد الكرام لستوديوهاتنا في دبي معك يا طالب شكرا لك يا منتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصالح المشتركة حكمت العلاقات السعودية الأمريكية منذ بدايتها أحداث عالمية عصفت بالعالم خلال عمر العلاقات بين البلدين اشترك في الكثير من مواقفهما ومر بامتحانات ونقاط خلاف لكن السمة الأبرز في هذه العلاقة هي تغليب المصالح المشتركة الآن على الطاولة ملفات كثيرة تشكل أبرز ركائز العلاقة بين هذين الحليفين الاستراتيجيين منها الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب والتطرف ملفات مهمة طوال هذه العقود لكن أهميتها زادت في ظل ما يعصف بالعالم من أزمات أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا وبالعودة إلى الوراء فإن للسعودية والولايات المتحدة تاريخا طويلا من التعاون المشترك أبرز محطاته ما عملت عليه السعودية إبان الغزو العراقي على الكويت حيث ساهمت بتشكيل تحالف دولي يضم أكثر من ثلاثين دولة أهم عناصره القوات الأمريكية التي كان تدخلها حاسما في تحرير الكويت عام 1991 كما ساهمت السعودية بالشراكة مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب حيث وظفت إمكانياتهما للعمل على التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه ومن أبرز هذه الجهود إنشاء المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض في عام 2017 ويعمل برئاسة مشتركة بين البلدين من خلال تجفيف مصادر التمويل عبر تصنيف الأفراد والكيانات الممويلة له والإعلان عنها وفرض الجزاءات بحقها أما في جانب الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك فقد بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في أمريكا 800 مليار دولار فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 620 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة ونستكمل أعزائي المشاهدين هذه التغطية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية هذه الصور تردنا الآن لمراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام في جدة هو يصافح أعضاء وأركام من القيادة السعودية كذلك برفقات الأمير محمد بن سلمان وليعادي السعودي الذي أيضا يصافح المسؤولين الأمريكيين المرافقين للرئيس الأمريكي جو بايدن شاهدنا في الصورة الوزير أنتني بلينكين وزير الخارجية مستشار الأمن القومي جيك سوليفن حتى المفاوض الأمريكي عموس هوكشتاين الذي يشارك في عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية كان متواجد مع الوفد الأمريكي الذي يزور المملكة العربية السعودية هذه المحادثات الموسعة بقيادة الأمير محمد بن سلمان عن الجانب السعودي ورئيس الأمريكي جو بايدن عن الجانب الأمريكي إذن نعيد ونعرض هذه الصور لدى استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي جو بايدن بالطبع وهذه البروتوكولية يعني الرئيس بايدن يصافح الوفد السعودي والأمير محمد بن سلمان يصافح الوفد الأمريكي المرافق إذن أعود إلى ضيفي من واشنطن دكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية دكتور عقيل سألتك أي إشارات تعطيها زيارة الرئيس بايدن وما سيتمخض عنها في السعودية إلى روسيا إلى الصين الآن سؤال تلقاء هذه الزيارة وما سيتمخض عنها أي إشارات ستعطيها إلى إيران وهي باتت لاعب في المنطقة يعني لاعب إقليمي لا يستهن به يعني أعتقد هذه الزيارة تثير الكثير من القلق لدى إيران لأنه لأول مرة تبدو أن شبكة واسعة من دول المنطقة متوحدة حول مفاهيم معينة حول مخاطر معينة وواحد منها هو اتفاقها بخصوص الخطر الذي يمثله الملف النووي الإيراني السلوك الإيراني المزعزع في المنطقة وأيضا ملف الصواريخ طبعا أعتقد إيران تترقب نتيجة هذه الزيارة وما قد يرشح عنها على الأرض والعراق كجزء من المؤتمر الذي سيعقد غدا ويحضره الرئيس بايدن وأيضا هناك لقاء بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس بايدن أعتقد عبر هذا سيتم إيصال رسائل إيرانية إلى الجانب الأمريكي إلى الجانب الخليجي وأيضا نقل رسائل إلى الطرف الإيراني عن طريق العراق واحدة من وظائف العراق عبر مشاركته هذه هو دور الوسيط إيران لا تريد أن تدخل مواجهة مع كل دول المنطقة مدعومة بالولايات المتحدة هي تاريخيا في هذا النزاع تستند على تفكيك أو تفتيت التحالفات أو التحالف السائد في المنطقة الآن في ظل بروز تحالف يبدو متينا علينا أن ننتظر ونرى هل فعلا سيكون متينا سيستمر خصوصا في سياقات الدفاع الجوي يعني هناك خطط بالتشارك المعلومات للأنظمة الجوية لدول المنطقة لمنع أو لصد المسيرات الإيرانية الصواريخ الإيرانية هذا اختبار مهم لأنه تدخل فيه القيادة المركزية الأميركية الوسطى في المنطقة وإسرائيل ستكون جزءا منه بمعنى تجاوز واحد من الحساسيات الكبرى في المنطقة بإزاء إسرائيل بدلا من الرغبة الإيرانية والرؤية الإيرانية هي عزل إسرائيل واعتبارها دكتور عقيل اسمح لي في المقاطعة لو سمحت سمعت منذ بعض الوقت رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى القادمي يقول لن نكون أبدا ولا في يوم من الأيام في أي حلف عسكري ضد أي دولة من دول المنطقة وأن العراق لن يكون لا مدخلا لأي اعتداء على دول الجوار أيضا الوزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور أنور قرقاش كذلك أعلن لن نكون جزء من أي حلف ضد إيران الموقف المصري كذلك الموقف الأردني كذلك هنا السؤال أي إشارات تعطيها هذه الزيارة إلى إيران وأنا سيكون سؤالي أكثر تحديدا هل تعتقد أن هذه الزيارة وما سيتمخض عنها ستدفع إيران لأن تكون أكثر ليونة للعودة إلى الاتفاق النووي أم لا ستزيدها تشددا يعني بخصوص رفض التحالف العسكري بمعنى الهجومي استهداف إيران أعتقد كل دول المنطقة ضد فكرة كهذه وهذا الرفض صحيح إيران لا ينبغي مواجهتها عسكري عبر تحالف عسكري تدخل فيه دول المنطقة هي لديها مشكلة حقيقة مع القوى الكبرى في العالم مع المنظومة الدولية بخصوص ملفها النووي وهناك أيضا مشاكل أخرى تتعلق بالسلوك المزعزع في المنطقة وملفات أخرى لكنه بشكل عام أنا أعتقد أنه كل هذا الضغط سيدفع إيران إلى القبول أو إلى التساهل إلى التراخي التراجع عن تشددها بخصوص الملف النووي أفترض أن إيران مستعد للتعاطي مع هذا الملف لأسباب مختلفة يعني بعضها شدة العقوبات الاقتصادية التي تؤثر عليها وخوفها من فقدان فرصة ضخ نفطها في السوق بأسعار عالية الآن أسعار النفط عالية تستفيد إيران كثيرا من بيع نفطها أربعة ملايين برميل هذا سيحل الكثير من أشخاص العقوبات الدكتور عقيل هذا منافي لما قاله الناطق باسم الخارجية الأمريكية هذا اليوم قال أن هذه الزيارة ستزيدنا تصميما على التشدد في كل مطالبنا من الاتفاق النووي يعني بمعنى أنها تعطي إشارات خاطئة للجانب الإيراني للتشدد هذه الإشارات معقولة ومنطقية لأن الأميركان يفهمون هذه الإشارات على أنها تعني التمسك بنص الاتفاق 27-28 صفحة النهائية التي وضعت واتفق على جميع تفاصيلها حتى بين إيران والولايات المتحدة والقوى الأخرى لكن إيران أضافت ملف الحرس الثوري الإيراني فالإشارة الأميركية لحد الآن ما تزال محصورة علنا بالملف النووي وهذا يعني تحديدا الاتفاق المبرم في 2015 وإعادة أحيائه ومتفق على كل صفحاته على كل تفاصيله هنا أعتقد سوء فهم للإشارات المتبادلة في دول المنطقة هناك مواطن قلق أوسع من الملف النووي بعضها سلوك إيران في المنطقة استهداف حلفائها سواء الحوثيين أو الفصال المسلحة العراقية لمنشآت نفطية سعودية وإماراتية وتهديدات بهذا الصدد أعتقد هذا هو الجانب غير المعلن في الزيارة بمعنى سترشح عن هذا إجراءات تفاهمات بمرور الزمن سنعرف ما هذه التفاهمات وما هذه الإجراءات ومقدار فاعليتها من مصلحة إيران الإسراع بتوقيع الاتفاقية النووية كي تتخلص من قدر كبير وهائل من العقوبات الأميركية استمرار هذا الوضع على مدى فترة مفتوحة سيضر بإيران كثيرا عادة الخطاب الإيراني هو خطاب يقوم على التحدي والفخر الوطني ولا يعكس بالضرورة الوقاء على الأرض هذه الزيارة وما قد يرشح عنها ستعزز أهمية الوقاء على الأرض إيرانيا وقد تدفع بتصوري ستدفع إيران عند اختبارها جدية التفاهمات التي ستنشع عن هذه الزيارة ستدفع إيران إلى القبول بالأمر الواقع وتوقيع الاتفاق النووي سيقول لك البعض أن إيران ليست دولة ضعيفة وليست دولة معزولة أو منبوذة ويستشهد بذلك انظر إلى الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء قمة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين سيزور تهران ويكون هناك لقاء قمة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقد ينضم إلى هذه القمة الثنائية لتكون ثلاثية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذن نرى صورتين مشهدين مختلفين على ضفتي الخليج هناك تحالف تقليدي بين إيران والصين وروسيا هذا يمتد على مدى عقود هل ساهم هذا التحالف في تطبيع إيران بمعنى إدخالها في المجتمع الدولي قبول دول كثيرة لإيران كفاعل كدولة طبيعية لا إيران أكثر دولة عليها عقوبات من أطراف مختلفة حتى علاقاتها بتركيا فيها الكثير من المشاكل العملية العسكرية التركية في شمال العراق في جزء منها تستهدف النشاط الإيراني الداعم لحزب العمال الكردستاني أنا أعتقد هناك الكثير من المبالغة في أهمية الزيارة زيارة الرئيس بوتين إلى إيران وحقد هذا المؤتمر أو الاجتماع وحتى مجيء السيد رجب طيب أردوغان ومشاركته في الاجتماع هذا ربما مفيد لإرسال رسالة الإعلامية والسياسية لكنه لا يؤثر على الوقاء على الأرض روسيا والصين لم تستطع لحد الآن مساعدة إيران على تجاوز العقوبات الاقتصادية الصعبة والقاسية المفروضة عليها حتى في اللحظات التي أعطت الولايات المتحدة للصين الضوء الأخضر باستقبال بتلقي كمية من النفط الإيراني وبدأت الصين بتلقيه عندما غيرت الولايات المتحدة الإشارة وقالت قفوا توقفت الصين عن استيراد النفط الإيراني من خلال وسطاء مثل ماليزا وغيرها الموضوع كله مرتبط بجدية الالتزام الأميركي إذا التزمت الولايات المتحدة بشكل جاد وحقيقي والصارم بتطبيق العقوبات على إيران ودفعها نحو توقيع الاتفاق النووي أعتقد هي تستطيع معها الكثير من الحلفاء والشركاء الدوليين والإقليميين في الخليج والمنطقة العربية عموما دكتور عقيل فقط لأزيدك من الشعر بيت حتى الكلام الذي نتابعه فيه سواء وسائل الإعلام الروسية أو من المواقع الإيرانية سيكون هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين الروس والإيرانيين في هذه الزيارة وفي احتمال أن تتوسع مجموعة البريكس لتضم إيران وفنزولا سأسألك عن هذه المسألة بعد قليل ولكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سأعود إلى مفادة العربية نادية بالبيسي هي معي من جدة الآن لنرى إذا كان هناك أي شيء جديد رشح عن هذه المحادثات نادية الكلمة لك هل من جديد؟ أهلا بك طالب مرة أخرى ما عرفته حتى الآن هو أن الاجتماع الموسط حتى لم يبدأ الآن يبدو بأن هناك الكثير بالفعل من الملفات ومن القضايا التي سيتم بحثها الليلة كما قلت التركيز الليلة هو على العلاقات الأمريكية السعودية بكل هذه الملفات الاقتصادية السياسية الأمنية الصحية التعليمية الإبتكارية حتى والولايات المتحدة تريد أن تستثمر في السعودية لذا أعتقد بأن ما تحدثنا عنه من توقيع على معاهدات عدة ومنها ملفت للنظر بالفعل ستكون بعد انتهاء هذا الاجتماع المطول والموسع والذي سينتهي ربما خلال الساعات من الآن سنرى متى يمكن أن نتحدث طبعا على الهواء مباشرة عن هذه المعاهدات التي تصل إلى حوالي خمسة أو ست معاهدات يتم توقيعها من الجانب السعودي والجانب الأمريكي لكن أيضا كنا نتحدث عن تغيير في المنطقة تغيير جيوسياسي الرئيس بايدن سيركز عليه سيتحدث عن رؤيته هو لشرق أوسط جديد ليست العبارة التي استخدمت في السابق هذا المصطلح الشهير لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي كان يقول بأنه يأتي الرئيس إلى منطقة الشرق أوسط إلى الخليج بعد عشرين عاما تقريبا من حرب العراق وهذا الرئيس يريد أن ينهي الحروب رمما هي إشارة إلى أنه لا يريد أن يتورط عسكريا مع إيران لأنه حتى الآن يفضل الحل الدبلوماسي لكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة لا تدرك مدى ربما خطورة إيران من ناحية حالة عدم الاستقرار سواء كانت في مضيق باب المندب أو في الخليج العربي أو من خلال دعم الميليشيات في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي مناطق أخرى وبالتالي أعتقد بأن الإدارة تدرك هذا تماما لكنها تفضل على الأقل حتى الآن الخيار الدبلوماسي لنرى ماذا يمكن أن يتم ربما إقناع الجانب الأمريكي به من قبل مطالب كانت دول الخليج تتحدث عنها صراحة البعض يرى بأن الولايات المتحدة تخلت عن حلفائها التقليديين وأن حال الآن الوقت ربما لعادة تقييم هذه العلاقة وهذا ما قاله الرئيس بايدن نفسه يريد تصحيح بعض الأخطاء ويريد أن يقدم حماية يعني عادة ما يقول بأن الولايات المتحدة دوما تكون إلى جانب حلفائها وعادة ما يستشد بحرب الخليج الأولى والدعم الأمريكي لتحرير الكويت إلى آخره لكن في العقد الماضي ربما هناك شعور حقيقي بأن الولايات المتحدة تريد أن تنكمش على نفسها ليس فقط في عهد الإدارات الديمقراطية لا تريد أن تنجر إلى حروب لا نهائية في الشرق الأوسط وصراعات لكن أيضا لا تريد أن تحمي حلفائها وهذا على فكرة كان موقف إدارة الرئيس بايدن عفوا الرئيس ترامب الذي كان يقول بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون شرطي العالم لكنها لا تستطيع أن تقود العالم دون أن يكون لديها انخراط حقيقي في كل الأزمات لأنه بدون الولايات المتحدة الجميع يعرف بأن القضايا لا تحل تبقى عالقة سواء كانت في مجلس الأمن أو حتى في أروقة بعض المنتديات أو حتى في الاجتماعات الدولية وبالتالي الولايات المتحدة لديها دور قيادي ومهم سواء كان في منطقة الشرق الأوسط بأكملها لإنهاء الصراعات أو في منطقة الخليج ومن هنا أعتقد سيكون هناك تركيز كبير على دور مستقبلي لا نتحدث عن نسيان الماضي لكن هو الاستفادة ربما من الأخطاء للتقدم نحو المستقبل نعم نادية بالبيسي من جدة دائما شكرا جزيلا لك نادية على كل هذه المتبعات المتبعات إلى ضيفي من واشنطن الدكتور عقيل عباس دكتور عقيل انطلاقا مما قالته نادية منذ قليل هل تعتقد أنه بعد هذه الزيارة والهامة جدا على مختلف الصعود سواء من حيث التوقيت من حيث المضمون سميه مشهد الأمور ذاهبة في المنطقة نحو مزيد من الاستقرار إعادة التوازن أم لا على العكس ستعطي هذه الزيارة إشارة البدء لمواجهة جدية مع إيران مع كل ما يستدبعه ذلك يعني بالتصوري إن نفذت التعهدات والاتفاقيات والتفاهمات يعني بعد نهاية هذه الزيارة إيران ستحاول أن تختبر يعني رصانة هذه الأشياء رصانة هذه الاتفاقيات ولديها أدوات كثيرة الإيرانيون بارعون بمثل هذه الأشياء لكن إن ثبتت هذه التفاهمات أصبحت وقاءة لا أعتقد المنطقة ذاهبة نحو المزيد من الاستقرار هناك حركات إصلاح داخلية في دول المنطقة وبعضها واعد حقيقة يعني الذي يحصل في السعودية الذي يحصل على المستوى الاقتصادي على الأقل في مصر هناك إشكالية بخصوص التنمية السياسية ما يحصل في تونس ابتعاد المنطقة عن النزاعات الإيديولوجية الكبرى يعني خصوصا فكرة النزاع العربي الإسرائيلي الذي على مدى سبعين عاما حقيقة شل إمكانات التنمية والتطور في المنطقة الآن هناك رؤية جديدة لهذا الصراع رؤية طابعها حقوقي عليك أن تجد حلا لمشكلة الفلسطينيين لهؤلاء الناس حقوق أصلية وحقيقية ينبغي مراعاتها وتلبيتها وليس النظر السابق القائم على صراع مفتوح بين كل العالم العربي وإسرائيل وهذا ينبغي أن تحل عبر حرب يعني هناك تطور هناك نظر سياسي في المنطقة ثم هناك نزوع إصلاحي واضح من مصطحة الولايات المتحدة أن تدعم مثل هذا النزوع أن تدعم هذا الاستقرار لأنه في آخر المطاف هو يعود عليها بالفائدة بالفائدة الاقتصادية والفائدة السياسية والأهم ربما الفائدة الأمنية الشرق الأوسط على مدى العشر أو خمسة أو الخمسة عشرين عاما الماضية هو مولد للمتاعب بالنسبة للولايات المتحدة قضايا الإرهاب وظهور المنظمات المتشددة كان سعي الولايات المتحدة وأوروبا ينظرون لهذه المنطقة أن مهمتهم هي أطفاء الحرائق وليس بناء وقاع إيجابية وعندما حاولت الولايات المتحدة بناء وقاع إيجابية في العراق فشلت فشلا دريعا الآن الوقاع الإيجابية تبنى من داخل دول المنطقة على نحو أحيانا صعب في سياقات أخرى على نحو طموح ومن أجل أن يتواصل بناء هذه الحقائق الإيجابية تحتاج الولايات المتحدة أن تكون موجودة موجودة بشكل ملموس وواضح وتتخلى عن فكرة الإشراف هل الأولويات التي كانت موجودة في السياق؟ هل الأولويات بين دول المنطقة تحديدا دول الخليج التي ترتبط بتحالفات استراتيجية طويلة مع الولايات المتحدة هل أولوياتها تحديدا المملكة العربية السعودية متفقة مع الأولويات الأمريكية يعني إذا كانت الأولويات لمنطقة الخليج أو لعدد من دول الخليج مواجهة إيران الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة هل هي مواجهة إيران؟ أم لا كل ما تريده أو جل ما تريده الإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس بايدن الآن من هذه الدول ضخم زيد من النفط لجسر الهوى في النقص العالمي بعد العقوبات على روسيا لكي لا تضطر الولايات المتحدة والدول الأوروبية العودة عن هذه العقوبات ما يشكل انتصارا حقيقيا للروس يعني أعتقد الحاجة الآنية والضاغطة بالنسبة للولايات المتحدة هي موضوع الطاقة هذا صحيح لكن هذا هو القادح يعني علينا أن ننتبه أنه العداء الأميركي الإيراني عداء قديم منذ 1979 منذ شهر نوفمبر 1979 بعد تسعة أشهر من نجاح الثورة الإسلامية في إيران واقتحام طلاب خط الإمام ما يسمون في حينها السفارة الأميركية وأخذهم الدبلوماسيين الأميركيين رهائن منذ تلك اللحظة الولايات المتحدة يعني داخلها في نزاع جدي وحقيقي مع إيران فأنا أعتقد ومع ذلك وقعت إعلانا واتفاقا نوويا معها عفوا ومع ذلك وقعت اتفاقا نوويا معها يشمل رفع معظم هذه العقوبة نعم لكن هذا اتفاق لنزع طموحاتها النووية لكبح طموحاتها النووية وليس لمساعدتها لبناء برنامج نووي الآن البرنامج نووي كان موجود منذ عهد الشهر لا أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة قد تكون انشغلت عن إيران لكنه إيران منذ 1979 تعتبر من مواطن القلق الأساسية والكبيرة للولايات المتحدة أقليميا وحتى عالميا إلى حد ما الرؤية الأمريكية أنك تبدأ بالتعاطي مع إيران ما يسمى بسياسة الاحتواء تبدأ بالملف النووي الملفات الأخرى يتم التعاطي معها فيما بعد على الأقل هذه الرؤية الأمريكية كل الإدارات الأمريكية كانت تعطي أولوية للملف النووي الإشكالية كانت أن الملفات الأخرى سلوك المزعزع برنامج الصواريخ الباليستي أيضا الخطاب الإيراني الذي يقوم على فكرة الصراع في المنطقة محور الشر ومحور الخير وما إليه الدعوة إلى إزالة إسرائيل محور المقاومة المنتشر في دول عربية يعني ما علاقة المقاومة محور المقاومة في اليمن يقاوم من يقاوم أمريكا وإسرائيل هل هما في اليمن يعني هذه كلها حزمة من مجموعة إشكالات الولايات المتحدة مهتمة بالتعاطي معها لكنك تلمح تراخي إدارات أمريكية مختلفة عن متابعة الملف غير النووي لأنه الملف هو الأكثر تأثيرا والأكثر إقلاقا بالنسبة لولايات المتحدة تنشغل الولايات المتحدة بحرب أوكرانيا وروسيا لكن أنا أعتقد هذا لا يلغي القلق هذا سأسألك عنه بعد قليل دكتور عقيل لأنه يعني انشغال الولايات المتحدة والدول الغربية بالحرب في أوكرانيا يعطي مساحة وهامش لإيران للتحرك في المنطقة سأسألك بعد قليل عن ذلك أرجو أن تتفضل بالبقاء زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تمثل تغيرا في سياسة إدارته التي حاولت منذ توليها السلطة تقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط والتركيز على التواجد في مناطق أخرى وخاصة في المحيطين الهندي والهادي حيث تعتقد واشنطن أن الصين تمثل تهديدا رئيسيا كان ظاهرا منذ البداية عزوف الإدارة الديمقراطية عن الرغبة في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط ترجم هذا بتقليص الفريق المخصص للمنطقة في مجلس الأمن القومي وتوسيع وحدة تنسيق السياسة الأمريكية تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي أي التركيز على الخطر الصيني كان هذا هو الجو العام السائد في بداية عهد بايدن الذي بدأ بسلسلة إجراءات ووصفت بأنها انتقامية من الرئيس ترامب وإدارته كان هناك اتجاه عام هنا في الولايات المتحدة حيث نظرت الإدارات المتعاقبة إلى الصين وآسيا وأوروبا وروسيا باعتبارها تحديات أكبر من الشرق الأوسط بالإضافة إلى قضايا مثل تغير المناخ عادت إدارة بايدن إلى الدبلوماسية مع إيران وأحياء الاتفاق النووي وقامت بإزالة الحوثيين عن لائحة الإرهاب وتوترت العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وكثر الحديث في أروقة واشنطن عن خفض الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لكنها تداركت الأخطاء وأقرت بأهمية ملفات المنطقة وعلى رأسها أهمية دور المملكة لذا قرر رئيس بايدن العودة بأمريكا إلى المنطقة ولقاء الملك سلمان وولي العهد وباقي القادة في قمة جدة في محطة جدة من الرحلة آمل أن يتم استخدام هذه المناقشات ليس فقط لأغراض رمزية أو لإرسال رسالة ولكن لإطلاق مرحلة جديدة من انخراط أعمق في الشرق الأوسط تركز الإدارة الآن على تقديم سياسة أمنية إقليمية متوازنة مع تركيز أكبر على التحديات الجدية مثل التصدي لإيران ومعالجة الأمن الغدائي وأسعار النفط غير المسبوقة وهذا يعتمد على شركاء أقوية وعلى علاقات صلبة وطبعا أهم ملفات الإدارة هو أوكرانيا وبناء تحالفات لصدي روسيا لذا فهي تسعى لإعادة الثقة في الموقف الأمريكي مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ناديا البلبيسة العربية واشنطن أعود إلى من قطع من حواري مع الدكتور عقيل عباس من واشنطن دكتور عقيل كنت سألتك هذا السؤال انشغال واشنطن وموسكو والأوروبيين في الحرب في أوكرانيا وهذه الحرب التي ستطول كما هو متوقع يعطي هامشا أو أعطي هامشا كبيرا لإيران للتوسع في المنطقة لمد أذرعها وعضلاتها أكثر فأكثر وسط هذا الانشغال وهذا سيزيدها تشددا في أي عودة إلى الاتفاق النووي خصوصا بعد الكلام الذي سمعناه من أنه دول لبريكس ممكن أن توسع عضويتها لتشمل إيران وكذلك فينزويلا ما رأيه؟ يعني أنا لست متأكد أني أتفق مع مقولة أنه النفوذ الإيراني ازداد واتسع بعد حرب أوكرانيا أعتقد أهمية إيران ازدادت لكن ليس نفوذها العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على إيران عقوبات صعبة واسعة وأعتقد شلت جزء مهم من قدرات إيران في المنطقة شغلتها باحتجاجات شعبية بمصاعب اقتصادية أما الدخول في بريكس أنا أعتقد هناك مبالغة كبيرة بخصوص هذه المنظمة يعني تشكلت في 2008-2009 الاقتصاديات الصاعدة في العالم لكن جهودها ما تزال هي جهود تنسيقية توحيد معايير هي ليست كتلة اقتصادية متماسكة منتجة الخلافات تسود بينها يعني بين روسيا وبين الصين أقصى ما قد تستطيع منظمة بريكس القيام به هي النجحات وهذا ربما تسادف الولايات المتحدة إيجاد نظام للتبادل المالي لا يمر بالولايات المتحدة منظومة سوفت التخلي عن منظومة سوفت وإيجاد طرق بديلة لا تحتاج عبرها أن تمر بالدولار الأمريكي أو ما إليه أنا أعتقد أنه لا يوجد أفق اقتصادي حقيقي لهذه المنظمة كما مثلا في حال الاتحاد الأوروبي هناك تكامل اقتصادي هناك تكامل سياسي هذه دول متناثرة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند حتى هي غير متقاربة جغرافيا لا تستطيع أن تصنع وقائع متماسكة على الأرض فكرة هذه المنظمة هي أيضا قائمة على الاختلاف مع نظام القطبية الواحدة يعني شكل من أشكال التنافس مع الولايات المتحدة أعتقد الرسائل السياسية التي تبعثها هذه المنظمة هي أكبر بكثير من الوقاء الاقتصادي سأكتفي بهذا القدر من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة